بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الوحدة الثامنة وهي بعنوان توزيع الأرباح في شركات المساهمة الدرس الأول ماذا نعني بأرباح الشركات المساهمة؟ المقصود بالأرباح هنا صاف الدخل بعد الزكاة الشرعية وضرائب استثمار المال الأجنبي إن وجدت ويتم توزيع أرباح شركات المساهمة كالعاتي 10% احتياطي نظامي وكذلك يجوز للشركة تكوين احتياطي اتفاقه كما يجوز تكوين احتياط أخرى طرق جمعية العمومية أنها تحافظ على استبرار الشركة وكذلك يتم التوزيع على المساهمين بنسبة لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع ويجوز من حملت حصص التأسيس نسبة 10% بعد التوزيع على المساهمين ونجد أنه لم يحدد نظام الشركات كيفية التصرف فيما تبقى من الأرباح بعد التوزيع على المساهمين وأصحاب حصص التأسيس وبالتالي يمكن ترحيلها لحساب يسمى أرباح موقعه وهذا الحساب يظهر في قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين وبعد الوصول لصافي الدخل يتم نقله إلى حساب يسمى حساب التوزيع أو يتم التوزيع في حساب الأرباح والخسائر وذلك حسب رغبة الشركة وسنتناول هنا اتباع أسلوب حساب التوزيع وذلك من خلال المثال التالي شركة مساهمة يبلغ رأسمالها المصرح به 500 مليون ريال ورأسمالها المدفوع 250 مليون ريال وقد حققت خلال العام 1405 هجرية أرباح صافية بلغت 100 مليون ريال وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع الأرباح حسب نصوص نظام الشركة ونظام الشركات كما يلي 10% من الأرباح احتياطي نظامي 15% من الأرباح احتياطي توزيع 5% من رأس المال المدفوع دفعة أولى للمساهمين 3% من الباقي لأصحاب حصص التأسيس و10% من رأس المال المدفوع دفعة ثانية للمساهمين ويرحل الباقي لحساب أرباح مبقى غير مخصصة تم التوزيع تم التوزيع 13% من الأرباح اللي هي الأرباح 100 مليون ريال 15% من الأرباح احتياطي توزيع كذلك من 100 مليون ريال 5% من رأس المال المدفوع رأس المال المدفوع 250 مليون ريال 3% من الباقي لأصحاب حصص التأسيس وكذلك 10% من رأس المال المدفوع 250 مليون ريال دفعة ثانية للمساهمين والباقي بعد حتاب 10% وال15% وال5% وال3% وال10% يتم جمع كل هذه المبالغ ويتم طرحها من 100 مليون ريال إلى الأرباح وهذا الباقي يرحل إلى حساب أرباح مبغى غير مخصصة وفيما يلي كيفية حساب هذه النسب أو هذه المبالغ التي قام التوزيعات التي قام مجلس الإدارة باقتراحها وفيما بعد تسجيل قيد اليومية 10% من أرباح احتياطي النظامي الأرباح 100 مليون ريال في 10% ب10 مليون ريال وال15% من الأرباح احتياطي توسعة اللي هي 100 مليون ريال في 15% ب15 مليون ريال و5% من رأس المال المدفوع 250 مليون ريال في 5% ب12 مليون وخمسمية ريال و3% من الباقي لأصحاب حساس التأسيس يعني الباقي من الأرباح الأرباح 100 مليون ريال تم حساب 10 مليون ريال احتياطي نظامي و15% ب15 مليون احتياطي توسعة ودفعة أولى للمساهمين 12 مليون وخمسمية الباقي 62 مليون وخمسمية نحسب منها 3% لأصحاب حساس التأسيس بمليون 875 ألف ريال و10% من رأس المال المدفوع دفعة ثانية للمساهمين يعني 250 مليون ريال في 10% ب25 مليون ريال والباقي يرحل إلى حساب أرباح غير مبقى والباقي يتم حسابه الآن 100 مليون ريال لأصحاب أرباح الشركة يتم طرح منها مجموع احتياطي النظامي واحتياطي التوسع والدفعة الأولى للمساهمين للمساهمين وأصحاب حساس التأسيس والدفعة الثانية للمساهمين ليصبح الباقي 35 مليون 625 ألف ريال وهذا يرحل إلى حساب أرباح مبقى وعليه تكون قيودة اليومية كالآتي أولا لا بد من قفل حساب المتاجر والأرباح والخسائر في حساب التوزيع وذلك بالقيد التالي بمبلغ الأرباح الصافية من حساب المتاجر والأرباح والخسائر إلى حساب التوزيع 100 مليون ريال وبعد ذلك يتم تسجيل قيود توزيع الأرباح حسب ما تم اقتراحه مجلس الإدارة وذلك الآتي من حساب توزيع الأرباح والخسائر إلى مذكورين 100 مليون ريال من حساب توزيع الأرباح والخسائر إلى مذكورين حساب الاحتياطي النظامي 10 مليون ريال حساب الاحتياطي الاتفاقي 15 مليون ريال وحساب أرباح معلنة توزيع المساهمين كدفعة أولى والثانية تم جمعة في مبلغ 1 37 مليون 500 ألف ريال وأرباح معلنة توزيع لحساس تأسيس 1 مليون 875 ألف ريال والباقي حساب أرباح مبغاء غير مخصصة 35 مليون 625 ألف ريال